لم يستفق العالم من صدمة الموجة الأولى لفيروس كورونا حتى استقبل الموجة الثانية وما أن تنفس الناس الصعداء بالتوصل للقاحات أطلقت صافرات إنذار تحذر من موجة ثالثة منظمة الصحة العالمية دقت ناقص الخطر من الموجة الثالثة مع بداية العام المقبل وخاصة في أوروبا وقالت إنها قد تكون أشد وضعة من الأولى والثانية لتزامنها مع ذروة انتشار الفيروسات الموسمية ديفيد نابارو مفضل منظمة لمراقبة الجائحة قال إن الدول الأوروبية ستكون قريبا على أبواب موجة ثالثة إذا لم تبادر بسرعة إلى وضع البنى التحتية الصحية اللازمة فما هي الموجة الثالثة؟ وفق خبراء فإن الموجة الثالثة ستكون بين فصلي الشتاء والربيع وربما يتطور فيها الفيروس وتختلف أعراضه هذه المخاوف رفعت حالة القلق والتأهب حول العالم فعلى أعتاب الموجة الثالثة انطلق ماراثون الحصول على اللقاح فما هي أبرز اللقاحات؟ ومتى ستكون متاحة للناس؟ الأمال معقودة الآن على اللقاحين الذين سيخرجان من شركتين فايزر وموديرنا الأمريكيتين واللقاح الثالث الذي تعمل عليه جامعة أوكسفورد على تطويره بالتعاون مع استرازينيكا ولقاح سبوتنك في الروسي بالإضافة إلى اللقاح الصيني كورونافاك ويبقى السؤال الأهم متى سيتوفر اللقاح؟ هل قبل نهاية العام؟ كما وعدت دول كبرى أم حتى منتصف العام المقبل بدأت بالفعل عمليات الشحن الكبيرة لللقاح الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع باينتيك الألمانية وبريطانيا هي أول دولة في العالم تطرح لقاح فايزر اشتركوا في القناة